نقل الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أن أبا داود صاحب السنان في كتاب اسمه سنان أبي داود هذا الذي قرأنا منه قبل أن نقرأ في سنان النساء والترمذي أبو داود هو من وفيهات 273 للهجرة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشي 270 سنة تقريبا قال أبو داود كان يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته كثير كثير بيشبه بحركاته بأعماله بسيرته في الحياة بلباسه الإمام أحمد بن حنبل هو أحمد بن حنبل كان شيخه فأبو داود من محبته لشيخه صار يعمل مثله صار يحكي مثله يلبس مثله برنامجه بالحياة مثله قال كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه يعني سيرته ودله يعني هيئته وسمته يعني طريقته في الحياة وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع وكيع ابن الجراح شيخه لا أحمد بن حنبل كمان أحمد من كتر ما حب شيخه صار يعمل مثل منه قال وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان الثوري كمان سفيان الثوري شيخه لا وكيع يقلد كثير شيخه وكان سفيان يشبه بمنصور ومنصور بإبراهيم وإبراهيم بعلقمة وعلقمة بعبد الله بن مسعود وكان علقمة يقول كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله شايف أنت لما تصاحب محبي للنبي صلى الله عليه وسلم بيوصلوك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينتقل إليك اتباع السنة بالمباشرة وبالمعاينة مو بس بالقراءة والدراسة بيصير أنت كلامك ككلامهم مجالستك كمجالستهم جلساتك كجلساتهم أعمالك كأعمالهم مخاطباتك في الحياة مع من حولك كمخاطباتهم فتتصل بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصحبة محبي النبي صلى الله عليه وسلم تعينك على تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر